فجر اليوم كان فيه عملية نظيفة قامت بها الشرطة المصرية المحترمة بعد وصول معلومات لجهاز الامن الوطني بان هناك تحركات لمجموعة خلية ارهابية مسلحة في منطقة حي الحض في العبور في قسم اول العريش تم حصار المكان بعد المعلومات والتقنين حصار المكان اول ما استشعروا الارهابيين ان فيه قوات امن بتحاصل المكان بسرعة شغالوا الرشاشات واعدوا اضربوا نار على القوة الشرطية لكن التدريب الشرطي والحنكة اللي كانت موجودة جعلت من قوات الشرطة اللي هي الاقوى قوات الشرطة اللي هي قوة الحق بتبادل هذه القوة الارهابية بالنيران حتى تم القضاء على 13 ارهابي خطر كان معهم 15 كان معهم 9 بنادق الية ومعهم 3 بنادق خرطوش وتم تصفيتهم الحمد لله جميعا هلكوا مع من هلك وان شاء الله سيتم تطهير هذه الارض يعني قولا واحدا ياريت فيه فيديوهات يا جماعة عندنا نشوف اه يعني دي الصور بس انا عايز اقول للناس بس انه احنا ده في الوقت كان فيه وقت الظلام اهو بالليل فجر الساعة 3 اخيان كلنا كنواحد كل واحد فينا قاعد مستلقي على ظهره وعمال يلعب على التليفون والنت وشغال عمال والناس دي مين دول هاتلي الصورة يا وليد هاتلي الصورة يا وليد هاتلي الصورة بتاعت الناس هاتلي الصورة دي اهو اه انا بس عايز الناس تحس في الوقت اللي حضرتك كنت ناين فيه وانا كنت ناين فيه واعدين بنقلب بالرموتر التليفزيون وبنشوفه وبنتابع كان ولادنا دول اهم ولادنا دول اهم دي القيادة دي له الضباط بيراجعوا الخطة والمكان وبعدين بينزلوا دي الغرفة العمليات اللي بتتابع بتتابع وبترائب سمعوني يا جماعة درب النار يا جماعة سمعوني دول ولادنا دول ولادنا ضباط وجنود وقادة بيشتغلوا واحنا مش شايفين واحنا مش عارفين انا بقول انه ربنا يحميهم ولادنا ويحميين بلدنا سواء رجال الشرطة ورجال الجيش والابطال اللي بيجيبوا المعلومة دي مع عملية استباقية لو لا معلومات الامن الوطني الاستباقية وهذه العملية النظيفة بالتخطيط والترتيب والتنفيذ شكرا ليه ابناء الشرطة المصرية